يمكن ده يرجعني تاني للي حضرتك قلته في الأول السيارة الذاتية هي اللي بتعمل التاريخ هي اللي بتكون بعد كده التاريخ مش المؤرخي في رأي حضرتك طبعا يعني مهم في هذا الموضوع طيب وإحنا بنتكلم برضو عن السيارة الذاتية وفي كتاب حضرتك في حضرة نجيب محفوظ كان فيه جزء أو يعني فصل في هذا الموضوع حضرتك سألت الأديب الكبير نجيب محفوظ هذا السؤال بشكل مباشر ليه ما بتكتبش سيرتك الذاتية هل يعني مش عايزة أحرق التفاصيل اللي موجودة طبعا لو حضرتك حابب تحكيها ولكن ما بتحسش أنه كان لازم أو كان فيه مسئولية أنه هو يكتب سيرته الذاتية حتى وإن كان له كل هذه الحوارات حتى وإن كان له كل هذه الكتابات حتى وإن كان زي ما هو قال أنه أنا أرائي وأجزاء من سيرتي الذاتية موجودة في أعمالي الأدبية هو يعني كان له فلسفة معينة كأديب أنه يعني الهم الأساسي بالنسباله هو أدبه وكل ما هو خارج الأدب هو كان بيستبعده تماما بحيث لا يبقى يعني كان أمله أو يعني رؤيته أنه لا يبقى من نجيب محفوظ إلا الأربعين رواية اللي كتبها والتلتمية وخمسين قصة قصيرة اللي كتبهم والخمس سبع مصرحيات من فصله واحد اللي كتبها ولذلك يمكن الناس كتير ما يعرفوش أنه حتى لما تجوز ما قالش الأصحاب خشية أن حياته الخاصة الناس تتكلم عنها الناس ما كانوش يعرفوا هو متجوز أو مش متجوز لغاية ما اكتشف ده بالصدفة لأن حد كان بنته في المدرسة مع بنت نجيب محفوظ فالله وأنت ليك بنت وأنت تجوز وهكذا فما كانش كان بيخشى أنه السيرة الزاتية بتاعته حياته كانت حافلة بأحداث كثيرة جدا على المستوى الشخصي وعلى المستوى السياسي وغيره كان بيخشى أن دي تطغى على أعماله الأدبية ومع ذلك هو اقترب من هذه السيرة بشكل كبير جدا فيه الكتاب اللي عملوا معاه المرحوم رجاء النقاش ونقشوا وسألوا فيه تفاصيل كثيرة في حياته أعتقد أن عمله الأدبي أكثر عمل الأدبي يمكن قريب من حياته كان سلاسية كان فيه يعني أصداء كثيرة لحياته فاللي بيبحث عن حياته حيلقيها إنما هو ما كتبهاش بشكل صريح هل ده السبب أن حضرتك ممكن يكون لسه ما أخدتش قرار في التسجيلات اللي موجودة لسه في الدرجة عند حضرتك أنها يعني يتم الإفراج عنها لا هي مش هي التسجيلات اللي عندي كانت حوارات معاه حوالين أشياء كثيرة ما كانتش مخصصة فقط لحياته وتفاصيل سيرته وإن كان ذكر فيها طبعا ذكريات كثيرة من طفولته أو علاقاته بأدباء آخرين أو علاقاته بأنظمة سياسية أو غير ذلك وكل ده يخش في السيرة